جراحة الشرج والمستقيم جراحة الغاية بين الرضع لكنها يمكن أن تصيب الأشخاص في أي عمر وتتحسن معظم الحالات باستخدام علاجات بسيطة مثل زيادة تناول الأطعم الغنية بالألياف أو حمام المقعدة بينما تحتاج بعض الحالات إلى علاج دوائي أو إلى إجراء عملية جراحية وتتعدد علامات وأعراض الشق الشرجي ومنها الألم أثناء التبرز أو بعده ووجود دم أحمر فاتح في البراز وشرخ واضح في الجلد حول الشرج ونتوء صغير أو أثر في الجلد بالقرب من الشق الشرجي أما مضاعفات الشق الشرجي فتشمل ما يلي الإصابة المزمنة بالشق الشرجي وتكرار الإصابة به والإصابة بتمزق يمتد إلى العضلات المحيطة مما يجعل التئام الشق الشرجي أكثر صعوبة وقد يتسبب الشق غير الملتئم في مجموعة من المشكلات التي ربما تتطلب أدوية أو جراحة لتقليل الألم وعلاج أو استئصال الشق ويمكن التخلص من الشرخ الشرجي بالجراحة التقليدية أو جراحة الليزر طبقا لحالة كل مريض ومن مزايا عملية الشرخ الشرجي بالليزر سرعة إجراء الجراحة وسرعة التعافي وتقليل النزيف وتجنب الجروح وتقليل الأعراض الجانبية وتقليل آلام ترجمة نانسي قنقر